فلنضح الأمور مرة واحدة ونهائية فالاتهامات كثيرة بحق الام تي في من إعلام حزب الله وجميع الدائرين في فلكه الحزب إلهيون متوترون محاصرون يشعرون بأن الزمن لم يعد زمنهم فالناس ملت منهم ومن شعاراتهم ومعظم المجموعات اللبنانية لم تعد بيئة حاضنة لهم لذا كان لابد لهم أن يفش خلقهم بأحد ووضعوا الام تي في كهدف لكن فاتهم أن الام تي في ليست مكسر عصى لأحد وأنها تفش خلق الناس ولا يمكن لأحد أن يفش خلقه بها اتهمنا السيد حسن نصر الله في ثلاثة آب بالخبص واللؤم وذلك على خلفية موقفنا من تفجير المرفأ فماذا يريدنا السيد حسن أن نفعل أن نسكت عن جريمة دمرت نصف العاصمة وقتلت أكثر من مائتين وثلاثين ضحية وأوقعت آلاف الجرحة هل يريدنا أن نسكت عن اقتحام الحاج وفيق صفة العدلي وتهديده القضاة حتى لا يكمل تحقيقهم في جريمة العصر هل يريدنا أن نسكت عن حزب لا هم له سوى اغتيال الحقيقة ونحر العدالة بدءا من جريمة اغتيال رفيق الحريري وصولا إلى اغتيال نصف العاصمة إذا كان هذا هدف فإننا نقول له أخطأت يا سيد حسن بالعنوان فنحن لن نسكت مهما اتهمنا بإطلاق الحقيقة البيضاء تبقى أقوى من كل الاتهامات السوداء وقد تكرر الأمر في حادثة الكحالة فالإعلام الأصفر عاود اتهماته لنا معتبرا أننا سبب الفتنة فهل نحن من يستقدم الذخائر لغايات وغايات أم حزب الله وهل نحن من بدأ بإطلاق النار في الكحالة أم عناصر الحزب في الفتنة ليس مصدرها ما يستعمل سلاح الكلمة دفاعا عن شرعية الدولة ووحدنية السلطة بل مصدرها الثابت والأكيد ما يستعمل السلاح لإرهاب الناس وترويعهم بدءا من بيروت مرورا بخلدة وشوية والطيونة وعين الرمانة وصولا إلى الكحالة ولتكتم الفصول للرواية المضحكة المبكية يطلع علينا وزير الثقافة محمد المرتضة بتغريدات تمتلئ بالتحريض والاتهامات فهل المرتضة وزير ثقافة في الحكومة اللبنانية أم وزير ثقافة عند حزب الله هو يتهم الناس بالعمالة ويتحدث عن أذناب لإسرائيل ويمجد كل ما له صلة بحزب الله ويخون كل الخصوم فهل هذا هو مفهوم الثقافة عند المرتضة أن يلغي الآخر معنويا ويلقل اتهامات جزافا ويعتبر أن فريقه السياسي فقط على حق وأن الآخرين على ضلال فكيف كان المرتضة قاضيا وهو بعيد عن الموضوعية إلى هذا الحد وكيف صار وزير ثقافة وهو لا يتقبل الآخر حتى انتهى به الأمر إلى محاربة باربي بشراسة فبؤسة هكذا ثقافة وبؤسة هكذا وزراء ترجمة نانسي قنقر